بسم الله الرحمن الرحيم كثير من الناس يعاني من آلام أسفل الظهر وأنا شخصيا كنت أعاني منها ولكن وجدت حل يعني سبحان الله في الركوع الركوع ولكن بطريقة صحيحة أهم حركة في الركوع أنك ما تنسند على يدك يعني لاحظ هذا السهم كثير مننا لما نيجي يركع يحط الثقل على يده وهنا مشكلة أنت كده ما تحرك عضلات أسفل الظهر لما تكون يعني ما تخلي يدك مش هي الداعمة لظهرك يصير ظهرك هو اللي يشيل وكتر رفع من الركوع فتتمرن عندك العضلات التي في أسفل الظهر ومع الاستمرار لأنك تحصل لي في كل صلاة حتلاقي نفسك تحسنت وأنا هذه الشغلة يعني مجربة لي شخصيا والحمد لله ويدعونا إن شاء الله ربنا نكتب لكم الشفاء اشتركوا في القناة